إيه المقصود بفكرة النشاط الشمسي؟ الشمس لسبب ما مفاعل زر كبير فدورة النشاط الشمسي تبقى عمرها 11 سنة بتزيد هي ابتدت في 2019 في احنا دلوقتي في النص في اعتبر في الزروة بتاعتها لغاية نص السنة اللي جاي زروة النشاط الشمسي معناها ان فيه انفجارات شمسية فيه عواصف بتحصل للشمس الحاجات دي اتصل للأرض بتعمل شحنات كبيرة جدا بتأثر على الأمر الصناعية بتأثر حتى على الكهرباء يعني في كندا وامريكا اتدمرت بعد الشبكات او بعد الشبكات اتأثرت نتيجة العواصف اللي هي شحنات كبيرة جدا بتخش شبكات الكهرباء فبتزود الطاقة بتاعتها فبتخرج عن الخدمة فيه اتنين أمر صناعي كندي تأثروا برضو في العشرين سنة اللي فاتوا فيه اربعين أمر صناعي في فبراير 22 بعد اطلاقهم بخمسة ايام اللي هي اقمر الانترنت اتحركوا من مكانهم نتيجة العواصف الشمسية دي حاجة طبيعية برضو عشان الناس ما تتخدش لنحن ممكن لما بدين نفسر حاجة او نشرح للناس حاجة الناس بتتخد وتقول دي احنا داخلين مثلا في عصر جليدي او داخلين في عصر حار جدا وفيه زوار طبيعية لا دي كلها حاجة طبيعية جدا يعني ما بتقلقش يعني من سنتين اتسألت نفس السؤال هو وصيف درجات الحرارة عالية ليه هو وصيف اتأخر ليه هي الشتاء مش عايزة تيجي ليه الكلام ده كله